موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر مع مادة الرياضيات والموقف الأول من دارس نظرية ذات الحدين موسيقى بعد الانتهاء من هذا الموقف عزيز الطالب ستكون قادرا على استخدام نظرية ذات الحدين في إيجاد مفكوك مقدار جبري لنتذكر معا بعض القوانين التي مرت معنا سابقا أولا مضروب العدد نون يساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنان وحتى نصل إلى ثلاثة ضرب اثنان ضرب واحد ثانيا التوافق نون فوق را يساوي تبادل نون را على مضروب العدد را ويساوي مضروب العدد نون على مضروب نون ناقص را ضرب مضروب را ثالثا نون فوق نون يساوي واحد أي اختيار مجموعة عدد عناصرها نون من مجموعة عدد عناصرها نون يوجد لدينا ترتيب واحد إذن يساوي واحد رابعا نون فوق صفر يساوي واحد خامسا نون فوق واحد يساوي نون وأخيرا نون فوق را يساوي نون فوق نون ناقص را لننتقل معا عزيز الطالب إلى النشاط الأول من الكتاب المقرر أجد مفكو كل من الآتية أولا ألف زائد با أس اثنان تعلمت في صفوف سابقة عزيز الطالب قانون التوزيع أي ألف زائد با أس اثنان هي عبارة عن ألف زائد با ضرب ألف زائد با وأيضا تعلمنا في الصف الثامن عزيز الطالب أنها عبارة عن ألف تربيه زائد اثنان ضرب ألف ضرب با زائد با تربيه ثانيا ألف زائد با أس ثلاثة هي عبارة عن حاصل ضرب ألف زائد با ثلاثة مرات نلاحظ هنا أن ألف زائد با ضرب ألف زائد با هي عبارة عن ألف زائد با تربيه وتساوي ألف تربيه زائد اثنان ألف با زائد با تربيه مضروبة في ألف زائد با نستخدم أيضا قانون التوزيع نوزع ألف على كافة الحدود ثم نوزع با على كافة الحدود فينتج معنا ألف تكعيب زائد ثلاثة ألف ضرب با تربيه زائد ثلاثة ضرب ألف تربيه ضرب با زائد با تكعيب ماذا لو طلب منك عزيز الطالب ألف زائد با أس خمسة عشر لا شك أنك تستطيع إيجادها من خلال ضرب ألف زائد با خمسة عشر مرة ولكنه عمل طويل وشاق لذلك سنلجأ إلى نظرية ذات الحدين لإيجاد مفكوك المقدار الجبري من هذا النوع نظرية ذات الحدين ألف زائد با أس نون تساوي مجموع نون فوق را ضرب ألف أس نون نقس را ضرب با أس را حيث را تبدأ من الصفر وتنتهي عند نون أي هنا نلاحظ أن را قيمتها صفر بمعنى نون فوق را نون فوق صفر ثم ألف نون نقس صفر تساوي ألف أس نون ثم ضرب با أس را هي با أس صفر وهنا في الحد الثاني را تزيد واحد فتصبح واحد نون فوق واحد ألف نون نقس واحد ضرب با أس واحد وهكذا حتى نصل إلى قيمة را تساوي نون فيصبح الحد الأخير نون فوق نون ألف أس نون نقس نون تساوي صفر في با أس نون حيث نون عزيز الطالب عددا طبيعيا نلاحظ عزيز الطالب في نظرية ذات الحدين أن هنا في الحد الأول قيمة را تساوي صفر وفي الحد الثاني قيمة را تساوي واحد وفي الحد الثالث قيمة را تساوي اثنان ماذا إذا كانت را تساوي نون يكون ترتيب الحد نون زائد واحد ورمز الحد هو حا نون زائد واحد بالتالي برأيك ماذا يكون عدد الحدود؟ أحسنت يكون عدد الحدود يساوي نون زائد واحد لأن ر بدأت من الصفر وحتى نون أي الحد الأول إلى الحد نون زائد واحد لنلاحظ هنا الأسس نلاحظ أس ألف زائد أسبا هي نون زائد صفر تساوي نون أس ألف هنا في الحد الثاني نون ناقص واحد زائد واحد أيضا حاصل جميعهم يساوي نون وأس ألف مع أسبا أيضا حاصل جميعهم يساوي نون وفي الحد نون زائد واحد أيضا صفر زائد نون يساوي نون إذن مجموع أس ألف زائد أس با في أي حد من حدود هذا المفقوق يكون دائما يساوي نون إذن نستنتج أن عدد حدود بفقوق ألف زائد با أس نون دائما يكون نون زائد واحد ومجموع أس ألف كما بينا سابقا زائد أس با في أي حد من حدود المفقوق يساوي نون لننتقل معا إلى التطبيق على نظرية ذات الحدين لنجد بفقوق سين زائد اثنان أس خمسة نلاحظ هنا أن نون تساوي خمسة وقيمة ألف تساوي سين وبا تساوي اثنان إذن عزيز الطالب سين زائد اثنان أس خمسة تساوي مجموع را تساوي صفر حتى نصل إلى الخمسة للمقدار خمسة فوق را ضرب سين أس خمسة ناقص را ضرب اثنان أس را حيث قمنا هنا بتعويض نون تساوي خمسة وألف تساوي سين وبا تساوي اثنان را في الحد الأول تبدأ من الصفر فتصبح كالتالي خمسة فوق صفر ضرب سين أس خمسة ناقص صفر خمسة ضرب اثنان أس را صفر زائد في الحد الثاني را تساوي واحد خمسة فوق واحد ضرب سين أس خمسة ناقص واحد أربعة ضرب اثنان أس را ضرب واحد زائد خمسة فوق اثنان ضرب سين أس ثلاثة ضرب اثنان أس اثنان زائد خمسة فوق ثلاثة في سين خمسة ناقص ثلاثة إذن سين أس اثنان ضرب اثنان أس را تساوي ثلاثة زائد خمسة فوق أربعة ضرب سين أس واحد ضرب اثنان أس أربعة زائد خمسة فوق خمسة وهذا هو الحد الأخير لأن را تبدأ من الصفر حتى نصل إلى الخمسة فتصبح ضرب سين أس خمسة ناقص خمسة صفر ضرب اثنان أس خمسة وتساوي خمسة فوق صفر تساوي واحد ضرب سين أس خمسة اثنان أس صفر تساوي واحد إذن الحد الأول يساوي سين أس خمسة زائد خمسة فوق واحد تساوي خمسة ضرب سين أس أربعة ضرب اثنان أس واحد إذن الحد الثاني يساوي عشرة ضرب سين أس أربعة إلى الحد الثالث خمسة فوق اثنان لنقوم بإيجادها تساوي مضروب العدد خمسة على مضروب العدد اثنان في مضروب العدد ثلاثة وتساوي خمسة ضرب أربعة ضرب مضروب العدد ثلاثة على اثنان ضرب مضروب العدد ثلاثة لنقوم معا بالاختصار الاثنان على اثنان واحد وأربعة على اثنان اثنان ويساوي خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة إذن خمسة فوق اثنان عشرة ضرب سين أس ثلاثة ضرب اثنان تربيع يساوي أربعة فيصبح الحد الثلاث أربعون سين تكعي إلى الحد الرابع كما نعلم أن خمسة فوق ثلاثة تساوي خمسة فوق اثنان لأن اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة حسب قوانين التوافق إذن خمسة فوق ثلاثة عشرة ضرب سين تربيع ضرب اثنان تكعيب تساوي ثمانية إذن الحد الرابع يساوي ثمانين سين تربيع زائد الحد الخامس خمسة فوق أربعة أيضا تساوي خمسة فوق واحد لأن أربعة زائد واحد يساوي خمسة إذن خمسة فوق أربعة يساوي خمسة ضرب سين ضرب اثنان أس أربعة تساوي ستة عشر إذن الحد الخامس يساوي خمسة ضرب ستة ثلاثون خمسة ضرب واحد خمسة وثلاثة ثماني ثمانين سين أما الحد الخامس وهو الحد الأخير خمسة فوق خمسة تساوي واحد ضرب سين فوق صفر تساوي واحد أيضا اثنان فوق خمسة اثنان وثلاثون إذن الحد الأخير يساوي اثنان وثلاثين نلاحظ هنا أن قيمة نون خمسة ماذا عن عدد الحدود؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد الحدود يساوي نون زائد واحد ويساوي خمسة زائد واحد ويساوي ستة ومفقوق سين زائد اثنان أس خمسة حسب نظرية ذات الحدين يساوي سين أس خمسة زائد عشرة ضرب سين أس أربعة زائد أربعين ضرب سين تكعيب زائد ثمانون سين تربيع زائد ثمانون سين زائد اثنان وثلاثون ويمكن إيجادها بضرب سين زائد اثنان خمس مرات ولكن بنظرية ذات الحدين سهلت علينا إيجاد المفقوق لننتقل الآن إلى النشاط السادس أجد قيمة المقدار واحد واثنان من عشرة أس خمسة باستخدام نظرية ذات الحدين واحد واثنان من عشرة أس خمسة هي واحد زائد اثنان من عشرة أس خمسة إذن يمكن كتابتها بحاصل جمع عددين أس خمسة هنا قيمة نون تساوي خمسة وألف تساوي واحد وبا تساوي عشرين إذن يمكن استخدام قانون نظرية ذات الحدين ويساوي مجموعة را تبدأ من الصفر إلى قيمة نون هنا خمسة في نون هي عبارة عن خمسة فوق را في ألف قيمتها واحد أس خمسة ناقص را في عشرين أس را وهي قيمة ب لنبدأ معا في التطبيق أولا الحد الأول را صفر خمسة فوق صفر في واحد أس خمسة في عشرين الصفر زائد خمسة فوق واحد في واحد أس أربعة في عشرين أس واحد زائد خمسة فوق اثنان في واحد أس ثلاثة في عشرين أس اثنان زائد خمسة فوق ثلاثة في واحد أس اثنان في عشرين أس ثلاثة زائد خمسة فوق أربعة في واحد أس خمسة ناقص أربعة واحد في عشرين أس أربعة وأخيرا الحد الأخير وهي خمسة فوق خمسة في واحد أس صفر في عشرين أس خمسة لنقوم بإيجاد الحدود تساوي خمسة فوق صفر واحد ضرب واحد وعشرين أس صفر تساوي واحد زائد خمسة فوق واحد خمسة ضرب واحد ضرب اثنان من عشرة زائد خمسة فوق اثنان أوجدناها في المثال السابق وتساوي عشرة ضرب واحد ضرب عشرين تربيع تساوي أربعة من مئة زائد خمسة فوق ثلاثة تساوي عشرة ضرب واحد ضرب ثمانية من ألف زائد خمسة فوق أربعة تساوي خمسة ضرب واحد ضرب ستة عشر من عشرة آلاف زائد الحد الأخير يساوي خمسة فوق خمسة يساوي واحد ضرب واحد ضرب اثنان وثلاثون من مئة ألف وتساوي واحد زائد واحد زائد عشرة ضرب أربعة عشار تصبح الفاصلة هنا أي أربعة من عشرة زائد عشرة ضرب ثمانية بالألف تصبح ثمانية من مئة زائد خمسة ضرب واحد ضرب ستة عشر خمسة ضرب ستة ثلاثون وخمسة ضرب واحد خمسة وثلاثة ثمانية والفاصلة بعد أربعة منازل واحد اثنان ثلاثة أربعة زائد واحد ضرب اثنان وثلاثون من مئة ألف وبالجمع عزيز الطالب تساوي تقريبا اثنان وتسعة واربعون من مئة ويمكنك عزيز الطالب التأكد من الإجابة عن طريق الآلة الحاسبة بوضع واحد واثنان من عشر أس خمسة فتظهر الإجابة كما يلي بالتقريب تساوي اثنان وتسعة واربعون من مئة وذلك بالتقريب لأقرب منزلتين ننتقل الآن إلى المهمة التعليمية والتي أتمنى منك عزيز الطالب أن تقوم بحلها أولا أجد مفكوك كل مما يأتي ألف سين زائد ثلاثة وستة وبع اثنان ناقص ثانيا أستخدم مفكوك ذات الحدين في إيجاد قيمة تقريبية لأقرب ثلاثة منازل عشرية للمقدار ثلاثة وثمان وتسعون من مئة وثلاثة إلى هنا نصل إلى ختام موقفنا التعليمي على أمل أن نلقاكم في موقف آخر ودمتم بود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر